السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه جول مع احي. اه عندنا النهاردة مبارتين همتين وهنتكلم على اخبارنا الزمالك في الاخر. اه مبارتين هما مبارات اه بريست هول اه سيتي و اه منشستر سيتي في دور الستاشر من اه كاس الاتحاد الانجليزي. والمبارات الاخرى ما بين اه النادي الاهلي ونادي الداخلية في الدور المعطري في الجولة رقم عشر. مبارات الاولى ما بين اه بريستول و اه سيتي و منشستر سيتي. اه انتهت بفوز منشستر سيتي تلاتة لشيء اللي يتأهل الى دور التمانية من كاس الاتحاد الانجليزي. اه في حراسة المرمى اه كان في ستيفن ارتيجا كان بيلعب نادي مانشستر سيتي يعني ايه مخلط كده من الصف الثاني الاحتياطي مع اربع او خمس لعيبين من القوام الاسيدي. خط الظاهر مكوم من ريكو لويس واكانجي ودياش واكاين. تلاتة في نصف الملعب فليبس وديبرويل وبرنانتو زيلفا. واتنين قدامهم فودن ورياض محرز. وفي الهجوم جوليان الفريز. طبعا ما نزلش النهاردة اه ايرلينج هل. اه ابتدى طبعا كالعادة اللي كانت بضغط من سيتي وقدر انه في الديئة السابعة يحرز هدف من كرة من ناحية اليمين. اتعاملت وان تو حلوة قوي. من دي بروين مع محرز. محرز ده لدي بروين. دي بروين رحمة ديال محرز تاني. اه 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 جوه منطقة الجزاء من ناحية اليمين. لعبها عرضية ارضية برازيلية قوية جدا على الزاوية البعيدة. يخش اه 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 فودن ويحرز الهدف الاول اه لنادي منشستر سيتي. ثم اه يأتي الهدف التاني في الشوت التاني في الديئة اربعة وسبعين. اه كرة اه جاك اه جريليش يستلم كرة جوه منطقة الجزاء. اه 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 من اه اكي يلعبها ليه? اه اه الفريز الفريز يلعبها لمسة واحدة اه اه على اه شماله اللي هو يعتبر بقى يمين الفريق ناحية اليمين. يحطه من مرة واحدة فودن بشماله على يمين الحارس محرزا الهدف التاني لمنشستر سيتي. ثم يأتي الهدف التالت في الديئة واحده تمانين. بيستلم كرة على حدود منطقة الجزاء كيفين دي بروين ويطلق صاروخ ارض ارض على شمال الحارس محرزا الهدف التالت لمنشستر سيتي. لينتهي اللقاء بفوز منشستر سيتي تلاتة لشيء وبكده يتأهل الى دور التمانية من كأس الاتحاد الانجليزي. نتنقل الى المباراة الاخرى في الدوري المصري وهي مباراة النادي الاهلي والنادي الداخلية كانت على استاد آآ السلاموي. المباراة دي في الجولة العشرين من الدوري انتهت بالتعادل الايجابي واحد واحد بعد ما كان النادي الاهلي متقدم بهدف اللاشيء قدر النادي الداخلية ان هو يتعادل في الثواني الاخيرة من اللقاء آآ لينتهي اللقاء واحد واحد آآ ابتدى النادي الاهلي بتشكيل مكون تشكيل غريب آآ مكون من محمد الشناوي آآ اربعة في خط الظهر محمد اشرف وآآ رامي ربيعة وياسر ابراهيم ومحمد هيني آآ وفي نص الملعب عندنا ماروانة عطية وحمدي فاتحي واحمد الكندوسي وطاهر محمد طاهر قدامهم آآ آآ واتنين رؤوس حربة بيرسيتاو وكهربا. بنوضة نظر الشخصية النادي الاهلي كان مفروض يلعب بطريقة آآ آآ اربعة تلاتة تلاتة يعني وكان متهيألي يعني انا معرفش طبعا بس متهيألي كان آآ آآ وجود الكندوسي وطاهر محمد طاهر في نص الملعب انا كان من وجهة نظري كان يستبدل بأفشة آآ آآ دي حاجة الحاجة التانية آآ ان هو ابتدى اللقاء بمحمد اشرف ناحية الشمال كان يجب ان هو يبتدي آآ بعلي معلول اللي نزل بعد كده آآ وكان متسبب في الهدف اللي جابه كهرباء آآ في ديئة سبعين آآ 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 من ناحية الشمال العلي معلول آآ آآ جي آآ بيلعبها بالعرض خبطت في مدافع كان بيطالب بضرب الجزاء انها جات في ايده لكن هي الحكم آآ ماشى اللعب وقال ما فعاش حاجة تروح لكهرباء آآ ناحية اليمين اللي يطلق قذيفة على يمين عماد آآ آآ عماد فتحي آآ عماد السيد آآ محرزا الهدف الاول للنادي الاهلي في الديئة سبعين قلنا ساعتها بقى النادي الاهلي بقى حينصوا بالصيرك وهيقدر من هو يجيب التاني والتالت ولكن النادي الاهلي آآ آآ من وجهة نظري ان هو مستهلك بدنيا من افريقيا ودي على فكرة مشكلة كل سنة اللي بتواجه النادي الاهلي للأسف في التوقيت دوت بيبقى راجع من كاس العالم الاندية آآ آآ منهك آآ آآ بيقابلوا بطولة افريقيا الجديدة مع المؤجلات بتاعت الدوري بتعمل ضغط على النادي الاهلي بيلعب مباراة كل آآ يومين او كل ثلاثة ايام فدي بتعمل ضغط على النادي الاهلي وبستنسب آآ آآ الطاقة والمجهود اللي عيبي عندنا بقى في الديئة تسعين آآ جيه هدف التعادل عن طريق آآ 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 احمد رشيد كرة استلامها جوه منطقة الجزاء كان عبد الرحمن اللي عبها له من محة الشمال استلامها احمد رشيد جوه منطقة الجزاء لف برامي ربيع على سيكس يارد كرة غريبة جدا يعني كرة غريبة جدا ليه آآ ربيعة لف برامي ربيع آآ آآ جوه سيكس يارد وتلاقي عليه الشناوي ولكن تلاقي على الفاضي ورح هو شاريتها في آآ آآ المقص الشمال محرزا الهدف التعادل في الديئة تسعين واقدرش النادي الاهلي ان هو ما كانش عنده وقت ان هو يعود وينتهى اللقاء بالتعادل الايجابي واحد واحد وليخسر النادي الاهلي نقطتين همتين في سباق الدوري ولكن النادي الاهلي لا يزال هو متربع على قمة الدوري الممتزة عندنا في تصريحات آآ لكل اربعة اللقاء قال ان آآ ان آآ ان آآ حاجم اللاعبين وقال ان اللاعبين هم المتخزلين وهما السبب في آآ التعادل النهاردة وآآ خسارة نقطتين آآ مهمتين في الدوري الممتزة. طلع الكابتن احمد حسان ميدو وعلق على الكلام ده وقال الكلام ده خطر جدا والكلام ده مش مصبوط لان الكلام ده آآ آآ بيبقى سلحزوا حدين يا اما بيحمس اللاعبين فبنشوف آآ حاجة كويسة من من اللاعبين ويبتدوا ياتشد من همامهم يا اما بتحبط اللاعبين وبتبهدل الفرقة بعد كده في المبارات القادمة وقال هنشوف الكلام دوت ومثل الموضوع دوت او جاب مسل آآ مشابه للكلام ده لمورينيو آآ مع آآ مانشستر يونيتد لما كان ماسك مانشستر يونيتد وكان بيطلع وطلع في كزا مؤتمر صحفي صحفي وهاجم آآ بول بوكبا وفي النهاية قدت الى رحيله عن المان يونيتد آآ نتنقل الى وعندنا بقى عندنا برضو آآ في مباراة قادمة طبعا للنادي الاهلي عندنا مع آآ نادي القطن الكاميروني يوم السبت القادم اربعة مارس الساعة ستة على على السادوي في آآ الجولة آآ الثالثة للنادي الاهلي في دوري ابطال بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي نتنقل الى موضوع اخر وهو آآ نادي الزمالك نادي الزمالك دلوقتي بقى لها رئيس آآ ايه اللي هيحصل آآ لا موجود آآ تلع آآ احمد مرتضى منصور وطمن الناس كلها مبارح عضو مجلس ادارة وناجل رئيس نادي الزمالك وقال ان ما تقلقوش ونادي الزمالك بخير وكله تمام وحيرجع مستشار مرتضى منصور تاني بعد ستة وعشرين يوم ولكن جاء بقى رد من آآ شبابه الرياضة عن طريق متحدث الرسمي محمد الشازلي وقال آآ آآ ان احنا ارسلنا خطاب لمجلس ادارة ناس زمالك دلوقتي بسرعة آآ تعيين آآ رئيس آآ مؤقت خلفا للمستشار مرتضى منصور آآ في الوقت الحال وقال ان احنا ابلغنا من قبل نادي الزمالك بان يوم الاربع يعني حينتظر الرد من نادي الزمالك يوم الاربع اللي هو النهاردة ان شاء الله آآ قال ان ان احنا آآ آآ منتظرين تعيين رئيس لحين آآ انعيقات جمعية عموية وده طبقا لللوايح والقوانين اللي هي بتقول ان تزول آآ عضوية رئيس نادي الزمالك السابق مستشار مرتضى منصور يبقى بالتالي آآ مستشار مرتضى منصور زي ما احنا قلنا وحن اكد تاني على المعلومة اللي احنا قلناها مبارح ان من حق ان هو ينزل في الجماعة الاممية اللي هتتعامل في شهر ستة الجاي ولكن مش من حقه ان هو بعد ما يقضي المدة اللي هي الشهر حبس ان هو يرجع تاني آآ لمنصبه كرئيس لنادي الزمال آآ دي كانت اخر حاجة معنا النهاردة نلقاكم في حلقة قادمة من جوه جول مع يحيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.